التقى مؤخرا قنصر الغرفة التجارية بإقليم السلامات حسين صياصل بالفاعلين الاقتصادين بالإقليم الهدف من ذلك هو التباعد حول الوضع الاقتصادي من أي بذل جهود لمواجهة الغلاء المعيشي في الإقليم هارون أب Orchestra في إطار الأنشطة التي تقوم بها غرفة التجارة والصناع والمعادن والحرف اليدوية فراء إقليم السلامات فقد جاء هذا اللقاء الذي جمع قنصر الغرفة بمدينة أم التيمان حسين صياصل مع الفاعلين الاقتصادين بالإقليم وذلك للتبادل معهم حول الوضع الاقتصادي بإقليم السلامات خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة ومن ناحية أخرى فقد أشاد بالجهود التي يبذلها التجار خاصة في التعامل مع الإدارات الضربية وخلال الاجتماع فقد أثنى الحضور على مبادرة قام بها أحد الفعالين الاقتصاديين وهو إسماعيل حسن الذي عرض مادة جديدة وهي الشاي الأخضر التشادي الذي يحمل اسم صحرات بيستي شات اسكايت رايدينج وهو إنتاج يصدر كمادة خام ويصنع في الصين وحسب صاحب المبادرة فإن هذا الإنتاج سيساهم في الانعاش الاقتصادي الوطني وذلك بهدف مواجهة تحديات الغلاء المعيشي